بيان منسوب لتنظيم ولاية سيناء يعلن فيه التنظيم مسؤوليته عن الهجوم النوي الذي قام خلاله عشرات المسلحين باستهداف عدة أكمنة ونقاط أمنية وعسكرية في محيط مدينة الشيك زويد وداخلها بشمال سيناء ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين بحسب تصريحات للمتحدث العسكري وشهود عيان المهاجمون شنوا الهجمات المتزامنة باستجدام مركبات دفع ربعي محملة بمدافع مضادة للطائرات وبسيارات مفخخة ما أدى إلى تدمير عدد من تلك الأكمنة كليا وألحق خسائر بشرية كبيرة في صفوف عناصرها الأمنية وقال شهود عيان إن عشرات المسلحين انتشروا في مدينة الشيك زويد وخارجها وإن اشتباكات شرسة دارت بين قوات الجيش والمسلحين مع قدوم تعزيزات أمنية للمكان شملت استخداما لطائرات أباتشي في الصباح كانت هناك جامعة عليفة لغاية من الإرهابيين تجاه المعبكرات وقضائف الهاون وقضائف الأرباجي الأسلحة الثقيلة والمضادرة للطائرات وكذلك السيارة المفخخة التي انطلقت في السابسة من صباح اليوم تجاه ارتكاز عسكري يقع في منطقة سمع السدرة بالقرب من حي أبو رفاعي من الشيك زويد وينشط تنظيم ولاية سيناء أنصار بيت المغد السابقا والذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة المبتدة من مدينة العريش وحتى رفح الحدودية في شمال سيناء وزاد من وطيرة هجماته ضد قوات الأمن والجيش في العامين الماضيين كما أعلن مسؤوليته عن عديد الهجمات القاتلة التي وقعت خلال الفترة الماضية وأودت بحياة عشرات من الجنود والضباط أبرزها هجوم متزامن مشابه على عدد من الأكمنة ومعسكر للجيش في العريش في يناير الماضي أودى بحياة العشرات وكذلك هجوم مشابه على معسكر قرم الكواديس في أكتوبر العام الماضي وكذلك أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات ضد مسؤولين وضباط في القاهرة والدلتة ومناطق أخرى كما بث التنظيم قبل يومين شريط فيديو عرض استهداف ثلاثة من القضاء في سيارتهم قرب العريش في مايو الماضي وتواعد بشن ما وصفه بصولة جديدة على جيش الردة في شمال سيناء خلال شهر رمضان وفي مايو الماضي أيضا نفذت السلطات المصرية حكم إعدام بحق ستة أشخاص قالت إنهم من أعضاء التنظيم فيما عرف بخلية عرب شركس وتواعد التنظيم بالثار لهم عبد البصير حسن بي بي سي القاهرة